هتلاقي ان طول الوقت الاتصالات الكثيفة تذهب الى العاصمة الاكثر كثافة في قبول الاتصالات او اللقاءات الزعامية القائدية الرئاسية السلطانية الملكية الاميرية سمي زي ما تسمي هتلاقي النهاردة تلقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفي من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان طبعا اللقاء في بدايته لازم يبقى فيه او الاتصال بيتم فيه تناول مسألة العلاقات الزعامية ما بين البلدين تعززها وازاي نقدر ان احنا نعمقها اكتر وما الى ذلك وبطبيعة الحال اكيد اللقاء بيدهب بنا الى الجهد المصري لتوفير المساعدات الاغاثية لاهلين الفلسطينيين في قطاع غزة فلسطين المحتل من جهته رئيس وزراء اليابان اعرب جدا عن تقدير اليابان لدور مصر وجهدها في كل المحاور ذات الصلة بهذه الازمة وتعزيز الاستقرار والامن في المنطقة تقلي بالك العالم كله بيتكلم على مصر ازاي بتشتغل على تعزيز استقرار امن ومنطقة بالكامل اما من ناحيتنا ففخمة رئيس عبدالفتاح السيسي فشدد على اهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي علشان نقدر نوصل بقى للتسوية العادلة والشاملة شوف بقى اللي انك تقول لك ايه استراتيجي الرؤية بتاعتي فين التسوية العادلة والشاملة للقضية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية فانت لما بتيجي تسأل طبو ايه هي مرجعيات الشرعية الدولية اقول لك العالم بيقول انه اي ارض تواجد عليها الكامل الصهيوني جوه فلسطين بعد سبعة وستين اسمها ايه احتلال مشمول في ذلك ايه فنم على سبيل المثال القدس الشرقية القدس القديمة كانت زي ما نحب نقولها اذا يبقى المرجعية بتاعتنا مش القرار اتنين اربعة اتنين زي ما كنت بقولك قبل كده اتنين اربعة اتنين يقولك تنسحب اسرائيل من اراضي احتلتها في الخامس من يونيو سبعة وستين احتلتها مش الاراضي التي احتلتها لان الاراضي التي احتلتها تفيد ايه شمول وجمع كل الاراضي لكن شلنا الالف واللمن هنا هو فتبقى اراضي يعني جزء اه جزء لا يبقى المرجعية بتاعتي هنا ايه اربعة يونيو الف تسعمية سبعة وستين الارض بتاعتي الدولة بتاعتي فلسطين هي كل الاراضي بتاعتنا قبل يوم اربعة ستة الف تسعمية سبعة وستين والعاصمة هي القدس الشرقية هنوصل لده ازاي وهنتعامل مع ده ازاي وهنقدر نوصل لمفاهيم مشتركة ازاي ونقدر نوصل ايضا لضمانات ما اخد بالك الجانبين هيبقوا عايزين ضمانات فلسطين عايزة ضمانات والصهاينة عايزين ضمانات طيب لازم هتروح هنا طرح سؤال ومن الذي يقدم هذه الضمانة لازم العالم كله بيسأل السؤال ده هاي يجي يقولك طيب احنا بقى لازم نشوف في الجوالات المختلفة اللي حصلت منذ بداية هذا الصراع وحتى هذه اللحظة وفي ناس تلك نتيجة تقولك لأ ده من بداية اعلان الدولة في 48 مين اللي يقدر يقدم الضمانة اللي يقول الله اللي يقدر يقدم الضمانة مجموعة معايير صاحب الخبرة الاطول مصر طيب صاحب اليد الاطول هيبقى مصر وامريكا هم القادرين على هم يخلقوا تفاوض قادرين على خلق ضغوط على الجانبين الضغوط هنا مش معناه انه لازم قلوي دراع الناس لأ انه نقدر اوصل باللتنين لتفاهم واقدر اللتنين يكونوا واسقين فيا بالمناسبة اللتنين لو احنا قلنا بقى اللتنين يسقوا فيا اكتر ما يسقوا في واشنطن هل واشنطن ضرورة؟ ضرورة السياسة بتقول كده معايير القوة بتقول كده ده مهم جدا وبالمناسبة ده هنتفاهم فيه في اخر الحلقة مع ضفنا الكريم ونحن نتحدث على سيناريوهات ما بعد وقف اطلاق النار ان شاء الله